علش يا محسن دي ايها وحبقى معاك لا ولا اهم يا كاسيدي مبروك مقدما الله يبارك فيك انا اصلي شغلني شوية حكاية تصفيت متول الشريفة بالليتو قدام لله وانت ما اتعرفش حقيقة عن الموضوع ده خالص لا معرفش انا اتبلغت زي ما بلغت كده كا مش ملاحظ ان هي يعني صدفة غريبة شوية اللي متولي الشريفة يتقتل بعد موت الشريف العطار الله لحمه صدفة غريبة فعلا انا ما اعرفش عزيلا العطار ان هو بيحب يلف ويدغول اللي عرفوا عنه ان هو طول عمره رجل دكري لما تيجي دهري يا محسن انا اصلي لما كنت في الحزة ما تخيلتش لاب زكريا ولا سليم الموضوع اصلي يعني شغيم شوية ايه دي زيارة ولا استجواب يا زين في ايه الله زيارة اخي صديق بيزور صديقه فيها حاجة دي والصديق اللي بيزور صديقه يوجه له اتهامات كبا؟ يا عم انا مش جهة اتهام الله انا شاف ان الحكاية دي يعني هتقلب الدولة الحكومة مش هتزوت رأيي الشخصي ان العمل اللي عملة السودة دي ليسلم نفسه احسن الحكومة تعمل ما بدلها بعيد عني اللي يخصني ميلزمهاش ورأيي الشخصي برضو ان الحكومة تركز مع متولي الشريف احسن متولي كان راجل اعمال كبير وليه اعداء كتير بس اللي بلعب بالنار لازم يتلسع منها اه اه زي ما انتوا تلسعتوا منها صح؟ ما تخلقش لسه يا نحسن اللي قرب النار من العطرين انت عرفنا كويس انا عرفكوا كويس قوي عرفكوا ان انتوا ناس بيتحبوا البلد دي معلوم من حبها ولي حبها؟ يعمل كده برضو فواحد برجالتها؟ متولي عمره ما كان من رجالتها صدقني من مصلحة البلد دي اننا نرجع تاني صف واحد زي ما كنا الله جري يا زين تهديد ده ولا ايه؟ شوف يا محسن بيه لا اجي عليكم ولا تيجوا علي كل واحد يلزم حدوده احسن عشان كل يرتاح والله ينورتني النهار ده مرسي 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 ايه؟ بقولك ايه؟ زي ما بتدخلش في حياتي كنت 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 ما بتدخليش في حياتي انت سمعت ان صالح وزكريا من جوش العزة؟ اسمين خلاص بقى اسمين انت زعليش سمعت ان الاعمل جاية ده بقى بحشة قوي وبابا يعين علينا حراسة في الرايحة والجاية مممممممممممم رايج ده نتحبس أحسن لنا اسمي الله يا غيف ما تخفيش يا حوات ما تخفيش فيه يا رايج أصيبت اللي هتحصل بعدين راعي إن أنا مش المفهوض أجيلك هنا النهار ده بالذات شريف لسه دمه مبردش إيه يا ستير إيه الكلام اللي انت بتقوله ده ها وبعدين مال الحزن ومال المزاج البني آدم لازم يعمل مزاجه كويس عشان يعرف يحزن بضمير أثر ولخص جايبني ليه على ملوش يا فاتحي صالح بنخوق مالو صالح بخير وزي الفل ما تقلقش خالص تشرب كاس عشان نعرف ناخد وندي في الكلام ومالو يا عبد الله ما تتعبش جلبي معاك نجو عد الليلة ونمشي بكرة مش حقدر استنى لازم أمشي دلوك بطل عناب الجرح كبير والدكتور جال انه ممكن يرجع عينزف تاني ويجيب سلامته ونجل دم تاني لا يا سيد الله الغني زكريا يبقى ابن عمك يا عبد الله مش عدوك بطل تعديل يا حنين والنبي نفسي حد يسجلك الكلمتين دول عشان لما زكريا بيبقى الكبير بعد موت عمك الشريف يفرح ويعرف انه له ابن عم حنين وساعتها هتعرف هنا بكره ليه لما يدوس على الجابتنا كلنا بجازمته ومحدش فينا يقدر يفتع خاشمه ربنا يدي عمك زين طلط العمر يا عبد الله طلط العمر عمك زين لون انه بيجوح كان زمانه مات من زمان ما يغرقش الهيبة الكدابة اللي برسمها على العيلة داي دهيبة كدابة عمك زين المرض مص دمه واللي بجيله حلوة روح روح شوف لنا الدكتور خنيني مشي من هنا ما طايقش هاجعده دمه في دمي تريس حب بصلي ما تروح اه 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 يا بوعا كان قلب حزني مش هيجيلك نوم في ايه مالك اه عادي يعني يا عم تفكر بس طب احكيلي اول مرة شوفوا الموت وقرب مني وقوي كده اول مرة ممكن بس حكيب كنت مستني يعني اه بس مش بالشكل ده عزيز ايال كتير اول ماتوا خدوا السلاح وخرجوا يضربوا نارا على ناس هم مش عارفين هم مين ولا اللي موتقهم ليه ارحمهم بس احنا كنا منتضرب على اليوم ده يا حسن وكنا مستنيه ايه عندك حبب وانت لازم تكلم زين العطار برضو لازم تفهمنه ايه اللي حصل ده وايه اللي هيحصل بعد كده زين العطار ليه انت فكيرين زكريا ولا صالح؟ انا حتى معايش رقم تليفوني انا من هنا عزيز وافضل حيني ليش يا عمي فيش حاجة تاني ينباياك حاجة تاني زي ايه يعني فيش حاجة تاني ست الحزن الشط الحسن لأ خالص عيادنا انا مش فتقاش اصلا غير مرة واحدة ومن ظهرها بس اتعرف اوقات كتير قوي بعود اتخيل عينيه وهي بتبصلي ملامحها دحكتها اوقات اتخيل واحنا مسكين يعمس كوباق دي كلها احلام يلا خلي اليوم دي عدي على خير ايش يا عمي يلا اتخيل عينيه ايه ايه تاني يلا عالمين 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 يا ابني الواطين عالمين كنت جيد غني راح اسأل جاب لنا مين ما تروحش اتبيع المية لعلت العطارين عالمين وبعدين انا خلصت كل الاغاني والوقت اتأخر اوه هنعمل معاك ايه يا اسماك ايه كلها نص ساعة والشمس اعطتلك وبصراحة انا زهكت منك جاعدتك متلزش واحساسي بيقول ان ابوك طفش نفد بجلده وسب جلده ولده يا ابو الدنيا بجيت صعبة جاوي الاب يضحي بجلد ابنه يا رجل دا لو خروف ما حيفرتوش في جلده بيعملو سجادة معلاش هنقوله ايه عاد ابوك نفسه يا مروان بيه ما عاوزكش يتعيش كل اجل ان كتاب بقى يا مروان بيه سلا أعملية انطلع مسادسة أعملية دا حقيقي على فكرة هي حروش مية مبقى يا نبوك هيكلفوك صح تم على يدك يا او همراوان بيه ما حدش كلمني اوهاك تكون شاكك ان انا عمل الموبايل صايلام لا يا مراوان بي ما حدش كلمني قالوا لي حطوا في المغزن واستنى وفضلت مستني فوج ما أنا مستني مستنيين استناني عاد وبصراحة يا مراوان بي الدكتور جال لي أفارس أوعاك تقتل على معتفاضية وأنا بصراحة بدأت أجوع والجوع كافر يرضيك أجوع كافر أنتوا بالشهادة بقول لك أبس لك لك أنتك سلام عليك إلا الله أحمد رأس الله تعملوا معاك دي؟ ما فيش طلقات؟ ما عليش مراوان بي الزهج وحش وانت الصراحة جاعدتك ما تلزش يعني زيكت بسرعة انت بتحقش ليه صدكت أنه يموت صح؟ جواك مصدك هو نفسه صدك ألمين 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 صالح أخوك مجاش العزة أمك الآن علي وأنا لازم أعرف هو راح فين صالح أخويا مجاش العزة؟ صالح أخويا مجاش العزة؟ صالح عند جلال العليلي ويطلب منك السلام يا أم أروح صالح وصد روح ابنه مادام زين قال نجتمع في أسره يبقى يدينا الأمان بقى وليه ما تقولش أنه عايزك معنا كلنا عشان يخلص مننا مرة واحدة زي مصباح تلالعب تاعة محمد علي مش أنا قلبي مش مرتاح حس الأمن بيقول في حاجة غلط خلص عشان بيه اللي تشوفه ساعتك مفيش أخبار عن صالح؟ جاي ما تقلقيش طب قللي بس هو فين؟ جلال خطفه عاوز يعيضني بيه على ابنه عشان ابنك ما بيسمعش الكلام وماشي من غير حراسة رجع له ابنه عشان قلبي أنا ما يتحرش على ابني حاضر فاكر يا زين أول ما تجوزنا أنا طلبت منك إيه؟ ترجيتك ما تخلينيش أعيش معك في خوف وقلب زي ما كنت عايشة مع أبوي فاكر أنت ساعتها قلت لي إيه؟ قطل لي عمرك ما هتعمل كده عشان عيلتك أهم حاجة عندك أنا وعيالك الكتير اللي عاوزني أخلي فهم لك ساعتها وعدتني إن عمرك ما هتخلي قلبي وجعني على عيل من عيالنا ننفذ وعدك يا زين دلوقتي لا عزو ربك حكوم